بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين أما بعد إن شاء الله زي ما اتفقنا بإذن الله أن احنا فيه خلال شهر رمضان الكريم أن احنا هنبدأ نعمل حلقات عن الانتاج الحيواني بإذن الله فربنا هيصر كده بإذن الله الفكر اللي جي في دماغي أن احنا دلوقتي عايزين نتعلم انتاج حيواني بشكل مزبوط فإن شاء الله هبدأ أن انا أعمل حلقات نظرية دي هتبقى موجودة من البيت أو هيبقى مثلا أنا هتكلم فيها مع الناس ارتجالا كده تمام وهيبقى الكلام بتاعنا هيبقى بالورقة وبالقلم لأن الناس يعني الكلام لما بيبقى سايح تمام الناس ما بتعرفش أنها تطلع باستفادة ممكن تتفرج على فيديوهات كتيرة وبيبقى عايز نقاط يدونها عنده أو هو هيغطي النقاط معينة فأنا يعني أنا متعلم على كده في حياتي يعني حتى الانتاج الحيواني يا إما هشتغل فيه بصورة احترافية وبقى واحد خبير فيه وبقى حد بروفيشنال يا إما هبدأ أن أنا أعد أضبش وأبدأ أن أنا أعمل أي حاجة وخلاص وزي ما تيجي تيجي فعلشان الشغل بتاعنا إن شاء الله يبقى مختلف والحلقات بتاعتنا تبقى مختلفة والناس تطلع منها بأكبر قدر من الاستفادة وإحنا مش طلبين من الناس غير دعوة كويسة بظهر الغيب وشكرا عليك مش عايزين أي حاجة تاني من الناس تمام فكل الكلام اللي أنا هقوله ده كلام مبني عن تجربة الشخصية ومبني عن الكراءة بتاعتنا أنا زي ما قلت لك أنا طبيب بشري ده مش تخصصي ولا هو ده ولا يعني ده مش المجال بتاعنا ولكن أنا حابب المجال وهي دي غيتي فأي حد بيبقى مهتم بالغية بيبدأ إن هو آآ يقرأ كتير يبدأ إن هو يتفرق كتير يبدأ إن هو يسمع كتير من الناس أكبر منه ويبدأ إن هو يتعلم منهم وفي نفس الوقت انت ليك عقل وليك آآ فكر الخاص بيك فبتبدأ إن انت تطور المعلومات تبدأ تعمل عمليه كده إن انت المعلومات اللي انت خدتها دي تبدأ إن انت تعالجها وتبدأ إن انت تطلع أكبر قدر من الاستفادة وتبدأ زي ما نحط الطاطش بتاعنا يعني زي ما احنا بنقول تمام فعشان ما نضيعش وقت احنا ان شاء الله الفيديوهات بتاعتنا تبقى فيديوهات قصيرة علشان الناس ما تملش مننا اقصى فيديو ان شاء الله لن يتعدى العشر دقائق فاحنا دلوقتي اول حلقة بناء على الناس كلها احنا عايزين نعمل آآ آآ هننشئ مزرعة انا عم انا بحب التربية وجدي كان مربي وابويا كان بيربي واحنا ايام زمان تتكب بتربي وجدتي كان بتربي وكل الناس كلها بتحب التربية انا دلوقتي عايز اخد ابدأ ان انا اعمل المشروع بتاع التربية ده سواء بقى كان عجول سواء كان بقر سواء كان تسمين سواء كان غنم سواء كان فراخ سواء كان بقى اي حاجة اي حاجة انت حابب ان انت تشتغل فيها مدام انت بتسعى يا ربنا هيكفأك في الاخر وهيديك على قد التعب والمجهود بتاعك تمام فاهم اهم حاجة وانا شايف ان هو ده اهم حاجة ولازم تبقى هي دي الحلقة رقم واحد هو تصميم وتجهيز المزرعة تصميم وتجهيز المزرعة طبعا دي الحلقة النظرية بعد منها باذن الله هينزل الحلقة العملية اللي هو انا هصور لك من ارض المزرعة انا عامل ايه فانا شايف ان الطريقة دي ان انا اتكلم معاك الاول ادردش معاك اوريك الكلام ده على الورق تمام وايه اوريك التصميم اه والتجهيز بتاع المزرعة ده اه في الحقيقة هيبقى عامل ازاي والله انا هعمل لك هصور لك برضو من عندي من المزرعة وممكن اصور لك من مزارع تانية نبدأ ان احنا نستفاد من بعض لو حد عنده تصميم هو عامله في المزرعة بتاعته وشاف ان هو كويس كده كده الرقم بتاعي بتاع الواطس يبقى متاح يبعته لي ويصور للمزرعة بتاعته واعرضها للناس الناس تتفرج والناس تشارك الخبرات بتاعتها مع بعض اه يعني احنا كلنا كلنا بنحب الخر بعض تمام طيب عشان ما نطولش في الموضوع دلوقتي تصميم وتجهيز المزرعة بتاعتنا ده انا محتاج مكان المكان يا اما سيادتك انت هاتبني يعني انت لسه المزرعة دي عبارة عن ارض فضاء تمام ارض فضية سيادتك انت لسه هتصميم طبعا انت لو هلسه هتصميمها يبقى احنا لسه هنبدأ نتعلم بقى نعمل الموضوع ده ازاي او لا ده انا عندي المزرعة اصلا متصميمة او انا واخدها جاهزة ومبنية والعنابر موجودة لا ده انا هربي فوق البيت ده انا هعمل ده انا هخلي لا يبقى انا تجهيز وتصميم المزرعة ده هنبدأ نعمل تعديلات عليه بحيث ان المكان بتاعنا يبقى مناسف بشكل افضل طيب المفروض سيادتك وتصميم وتجهيز المزرعة بيبقى المفروض ان انت بتصميمه على حسب المكان يعني الناس اللي بتربي في الصعيد غير الناس اللي بتربي في وجه بحري غير الناس اللي بتربي في الجبل وبتربي في الصحرة لان المكان اللي انت بتربي فيه لازم تحترم المناخ اللي انت عايش فيه تحترم الطقس اللي انت عايش فيه يعني الناس بتوعوا وجه بحر الناس دولت عندهم مسلا سقعة في الشتاء جامج جدا وبيبقى عندهم امطار وي 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 غير الناس اللي بقوا موجودين في الصعيد او بيبقوا موجودين في الجبن نسبة الامطار بتبقى قليلة والصفة عندهم بيبقى اطول ودرجات الحرارة عندهم بتبقى اعلى ولكن الرطبة عندهم بتبقى اقل غير الناس اللي هتربي في اسكندرية وهتربي مثلا على الساحل او بتبقى على البحر الرطبة عندهم بتبقى عالي قوي فلو هو عامل مزرعة وما فيش تهوية كويسة لا ده هيخش مننا في مشاكل بكزا. يبقى كل واحد كل واحد غير الناس اللي هترب في البيوت. في واحد هيربي فوق السطح. وفي وحد هيربي لو مقارزة في زريبة تحت البيت في بدروم. وفي واحد هيربي تحت بير السلم. وفي واحد هيوقف الغنم بتاعته في الشارع. وفي واحد مش عارف ايه. كل واحد هيبقى عارف المكان اللي هو بيربي فيه. يعني آآ يبدأ ان هو يحط الحدود بتاعته وهو اكتر واحد عارف ايه هي الظروف بتاعت المكان دي. طيب. يبقى المكان على حسب التصميم والتجهيز بتاع المزرعة ده بيبقى على حسب المكان. سيادتك احنا لما هنيجي نعمل الموضوع ده احنا هنعمله فيه خمس نقاط. اي مكان احنا هنتكلم فيهم في خمس نقاط. رقم واحد لازم نتكلم في الارضية بتاعت المزرعة تبقى عاملة ازاي? رقم اتنين الجدران بتاعت المزرعة. تلاتة سقف بتاع المزرعة بتاعتك. وبعد كده الاضاءة والشمس رقم خمسة التهوي. هنحاول قدر الامكان ان احنا نغطي معظم النقاط ديها دلوقتي. دلوقتي الارضية. انت الارضية بتاعتك دي ايه هي الطبيعة بتاعتها? والله انا عندي احتمالات. ممكن الارضية لو انا كنت في الجبل وفي الصحراء ممكن تكون رملية. او او انا كنت موجود مسلا هنا في وجه بحري مسلا او في الاراضي الزراعية والكلام ده ممكن تبقى طين اللي حيث لا يردش يعني. والله ده لا ده نهرب بفوق السطحة عندنا الارضية بتاعتها تبقى خرصانة ورا هتطلق جنب منها نجمة. تمام? لان هيبقى عليها مشكلة دلوقتي. او ان انت احسن حاجة انت تعملها ان انت تعمل ارضية مميزة جدا ان انت تعملها بالخشب او ان انت تعملها بالحديد والسلك. اه اه خلي ديها دلوقتي لان ديتها تبقى مكلفة. تمام? طب ايه هي المشكلة? يبقى لو كانت رملة. لو كان الطين انا ما عنديش فيها مشاكل خالص. لان الطين بيمتص البول بتاع الغنم ولو انت معرضه للشمس بينشف بسرعة. طبعا الرمل مفيش مية هتنزل فيه خلق. يعني المية طبيعة التربة الرملية مش بتحتفظ اصلا بالمية. فالبول بتاعهم هيبدأ ان الارض تشربه بسرعة. فتظل دائما الارضية بتاعتهم تبقى ناشفة. دي تبقى حاجة كويسة. المشكلة في الخرصانة انها مش بتمتص المية بسرعة. دي مشكلة يعني البول يعني لو انت مسلا حاطت عشر غنمات او حاطت مسلا آآ عشرين خروف في قوضة. تمام? لو قعدوا يومين تلاتة هتلاقي تحت منهم يعني بص في زريت. زي ما احنا بنقول يعني. يبقى دي مشكلة لان الخرصانة آآ مش بتمتص المية بسرعة. تمام? رقم اتنين الخرصانة آآ آآ بتعمل مشاكل في الحافر. تمام? يبقى آآ زي ايه مقمو. هتلاقي الخرصانة آآ بتعمل لك التوقات في الحافر. تمام? هتلاقي الخرصانة بتعمل لك مية على الرجبة بتاعة الغنم. تمام? هتسقحهم في الشتاء. لان زي ما قلت لك هي مش بتمتص البول بتاعهم بصورة سريعة زي الطين وزي الرمل. الخرصانة بتحتفظ بالمية. فالمية تبدأ انها تسقع. بتعمل لك رطوبة عالية في المكان. تبدأ انها تعمل لك امونية عالية في المكان. فهي مشكلة الصراحة. وفي نفس الوقت هتلاقي في ناس بتشتكي او الناس مثلا بتستفسر عن هل الخرصانة دي انها او السقف بتاع البيت ده ممكن يتأثر بالبول بتاع الغنم والفضلات بتاعتهم. يعني انا انا هقول لك التجربة بتاعتي انا قعدت مسلا في البيت بربي حوالي بتاع عشرين سنة. عندي على السطح بتاعي يعني نوعا ما الخرصانة ما تأثرتش قوي. بس خلينا نقول احنا نعمل اللي علينا وخلاصة فيه طرق للعزل. ممكن تعزل الخرصانة دي اللي هو آآ مادة لونها اسود كده اللي هو الزفت ده. تمام اللي هو بيبقى بتاع 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 الرصف يعني بتاع الطرق. بتجيبه ستك وبتفرده عندك على السطح تمام. او ان انت ممكن تعمله ان انت تصرمكو ان انت تعملو كسر سراميك ان انت تبلطو كلام من ده. بعد كده بعد ما تعزل الخرصانة تبدأ ان انت تجيب طبقة راتش اللي هو طبقة الطين يعني اللي هي الارض الزراعية يعني. او ان انت تجيب طبقة رامل وبعد كده تفرش طبقة من الاش ولا حاجة. يبقى انت عزلت الخرصانة رقم اتنين عملت طبقة من الطين ومن الرام لتحت منهم اللي هي هتمتص البول بتاعهم والفضلات بتاعتهم تمام وفي نفس الوقت الخرصانة بتاعتك ما بزتش لان انت عمل لها عزل كويس فطبعا الناس اللي هتربي على السطح يعني يخلي بالك من موضوع الخرصانة عليها مشاكل كتير قوي في التربية فاخد بالك يعني منها طيب ايه هي الحاجة المميزة بقى في الارضية احسن حاجة احسن حاجة في الارضية اللي هو الخشب ده ايه هي الفكرة بتاعته ببساطة فيه طبالي خشب طبالي خشب او ان انت ممكن تعمل المزرعة بتاعتك ان انت بتجيب اوايم ان انت بتجيب اوايم حديد مثلا او ان انت بتجيب عروق خشب تمام وبتبدأ ان انت تصمم تصمم الارضية ارضية فوق الارضية لكنك انت عامل رف رف فوق الارضية بحيس ان الغنم بحيس ان الغنم تبقى واقفة على الخشب ده يعني يعني مثال بسيط لو انا هجيب مثلا ايم كده تمام وهجيب ايم كده تمام والاوايم دي وانا هروح مثلا جيب ايه هروح مثلا جايب حاجة مثلا о زي الورقه دي كده تمام وهروح حاطط هروح حاطط الطبول الخشب عليه بحيث ان الغنم هتقف فوق. ويبقى في مساحة مساحة تحت الطبول الخشب دي او تحت الخشب دم الارض. اولا اولا المزارع الحديثة كلها بره بتربي بالطريقة دي ان مفيش غنام بتبقى واقفه على ارض خلص يعني ما فيش معيز او غدب بتربي على ارض خالص دي هتبقى سهلة في التنظيف لان الارضية دايما تحت منهم بتبقى نظيفة لان طبعا الخشب ده بيبقى فيه يعني هي نفس الفكرة بالزبط بتاعت الارضية بتاعت الغية يعني لو حد فيكم طلع صندوق غية او طلع مثلا على ضهر غية هتلاقي ان هو بيبقى عامل زي عامل طبلية من الخشب وحطت فيها الواح واللي الواح دي بتبقى فيها فيها شكوك مفلقة يعني فيها شق بحيث ان المية بتاعت الشتاء لما بتيجي تنزل على الارضية تمام تنزل من ما بين الخشب ده الارضية بتاعت الغية دي ما ما تتقصرش فاحنا عايزين نعمل تصميم تصميم مماثل مماثل للارضية بتاعت الغية للارضية بتاعت صندوق الغية بتاعت الحمام بالزبط لو انت قدرت ان انت تعمل ده طبعا الموضوع ده هيبقى مكلف لان انت ارضية الغية انت بتوقف انت بس اللي عليها غير المرابيع والكلام من ده لا ده احنا هنا بنتكلم على قطيع من الغنم الاوزان بتاعته بتبقى كبيرة تمام فانت لازم ان انت هتعمل دعامات وان انت هتجيب عروق خشب كتير عشان تقدر ان انت تطلع عليها والغنم اللي تبقى واقفة دي الخشب ده ما يتكسرش باستمرار فانت لازم تعمل حاجة هتعملها مزبوط انا بقول يا دي افضل حاجة لان اولا انت بص ما فيش امراض خالص لان ما فيش اصلا ارضية تحت منهم غير الخشب فما فيش امراض لان هو مش هيلقط في اي حاجة في الارضية ولا فيه اطراب ولا فيه حتى لو فيه اكل وقع تحت منه الاكل ده هينزل مما بين الشقوق تمام طيب رقم اتني يبقى نتكلم رقم واحد على الامراض ما فيش امونية تمام لان ما فيش اصلا مية الارضية بتحتفظ به يبقى انت دلوقتي كامراض والتهابات رقوية وكلام من ده انت لغيت الكلام ده تنظيف اسهل ما يكون لان انت كل يوم لو بالمقاشة كده وتحت منهم هتروح ساحب الفضلات اللي وقعت منهم تحت منهم اسهل ما يكون ولا هتعب بقى تكحت ولا هتعب تعمل ولا كلام من ده لا اي خلق مكافحة للحشرات والبراغيت اللي هي اصلا الافة والمشكلة بتاعت كل مربي ان الارضية هي المصدر رقم واحد له التقصر بتاع الحشرات وفي نفس الوقت لو ميبقى عندك براغيت الارضية هي المصدر بتاعها تمام برضو هيبقى الموضوع ده سانيا انت اصلا الغنم نفسها والميز نفسها انت لما تحب ان انت تنظفهم لو انت معاك مثلا بخاخة ولا معاك اي حاجة تمام وانت رشق على الميز المية اللي هتنزل منهم والحاجة اللي هتنزل منهم سرعان ما هتتصفى تحت منهم الارض تحت منهم مش هتبقى عجينة فاهمني يبقى المية هتنزل من ما بين الخشب هتنزل تحت منهم وانت هتلمها غير لما تبقى الحاجة دي واقفة على ارض لو انت هتحب ترشهم الارض تحت منهم هتبقى عجينة فيبقى مشكلة فتدخل نفسك في مشاكل هتلاقي نفسك بتخش في الدوامات فلو انت لسه بتصمم المكان وعندك المجدرة المادية ان انت تبدأ ان انت تعمل ارضية مرتفعة عن الارض تمام يعني ان انت زي ما قلت لك هتعملها نفس التصميم بتاع الارضية بتاعت الغية او اللي هو الظهر بتاع الصندوق بتاع الغية ان انت تجيب عروق خشب والعروق الخشب دي تفرد عليها عروق خشب تانية بقى بالعرض فاهمني وتسيب بقى مسافات ما بينهم ما بين بعضهم بحس ان البول ينزل والفضلات تنزل والاكل اللي هيقع منهم ينزل يبقى انت كده عامل افضل ارضية ممكنة انا اضمنها لك مليون المية ان انت صمنت احسن ارضية ممكنة لتربية الاغنام والمعس بس خد بالك انها فعلا فعلا هتبقى مكلفة جدا 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 الموضوع هيبقى مكلف طيب عشان ما نطولش يبقى كل واحد هيختار الارضية بتاعت المزرعة بتاعته زي ما يعني الناس طبعا اللي بتربي الناس اللي بتربي بقر وبتربي جموس وكلام من ده بيحبوا قوي ان هما يرسفوا اصلا الارضية بتاعتهم علشان تسهل عملية تنظيف لانه هو بالخرطوم كده او لحاجة ان هو بيعمل ميل في الخرصانة تمام ده بيبقى على الارضية نفسها بيعمل ميل في الخرصانة وبخرطوم بس كده بيبدأ ان هو يزوق الفضلات لبرا تمام بالمية وخلاص وشكرا على كده فزي ما انت عايز يشوف انت هتربي ايه وابدأ اختار اي واحدة من الارضيات دي تبقى مناسبة معاك في تصميم المزرع تعالى ننخش اشتركوا في القناة